للضغط على معالي وزير العمل لفتح باب الاستقدام وهذه المرة الأولى الوحيدة على مرة السنين أن يتم إغلاق باب الاستقدام لغاية هذه الفترة قبل نهاية العام الماضي ولغاية الآن في ظل جميع الضغوط حاولت جميع الأطياف لا أريد أن أذكر ما هي القطاعات التي حاولت وركزت على فتح باب الاستقدام ومع ذلك تم إيجاد حلول بديلة دون فتح باب الاستقدام نعم نتلقى الاتصال من الأستاذ يوسف العدوان تفضل أستاذ يوسف يا سيد مساك أستاذ يوسف كيف حالك يعطيك الفعافي تفضل سمعني مداخلتك سمعينك تفضل يا سيدي أنا عندي شركة المقاولات نعم وعملت صليح عمل عمال نصريين نعم وبعض شهر هربوا نعم لك عظم أنا اجتماعي مش أنا أول شيء يقيم أسميهم أنا إسم الشركة نعم نعم سمعني سامعك سامعك تفضل الشيء الضمان عقدوا لي كنتم ختم ورال وكذا قال عنها فروات معينة لازم تختمها وكذا الأخر هي يعني بنتم بتخذ أنا كانت مجهزين لهم كل شيء قاوة بجيب ختمشة القمر ضعني نعم اتخرت عنهم وبعدين كلما روح يعني غلبوني الوزارة نفس الوزارة العمل بتغلب تمانا عندك عندك أمال اثنين ما بعض كان كتابا من المقاولات أني أنا معفي من سبع أمال نعم من الرسوم نعم الكفلات نعم سامعني سامعك سامعك تفضل سامعك أمال يطلع لي لدي مشكلة كثيرة لما رحنا على ذلك العمل المدير العمل يحكي لك شكل والوزير يحكي لك شكل والأمين يحكي شكل صراحة ومراك عليهم كلهم وكل واحد يحكي لك شكل وفي واحد منهم مطابق على الثاني وحفف الحفظ حتى بالأسماء نعم سامعك 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 أنا سامعك وإن شاء الله يحلوها لأن المواطن يراجع يراجع ولا له حل نعم خلنا نسمع تعديك من الشخص راح تسمع شكرا شكرا لك على هذا المداخل وعلى هذه المعلومة وطفتك ما تقول وما تعاقب على ما تفضل به يوسف الأدوان من أنه هناك اختلاف في الأراء بين الأمين العام وبين الوزير وبين المدراء الدوار في وزارة العمل من حيث أن هذا الرجل يمتلئ كما تفضل بأنه عنده شركة مقاولات بالقانون معفي من سبع عمال من الكفلات بقول فلوا وأجوا على وزارة العمل كل شخص كان يحكي طرح بدنا النص القانوني بالنسبة لهذا المرفض هو مش معفي من غير معفي لا غير معفي هناك كفالة بنكية على لقاء استخدام عمالة وافدة مخالفة فبالتالي ولا يمكن أن يسيل هذه الكفالة إلا عندما يصوب أمور العمال أو يتم الاستغناء عنهم فبالتالي هي جزء من التعليمات ولا يمكن أن تختلف وهذا البند يعني هو أكثر البنود حساسكية لأنه بند مالي لا يمكن لأحد أن يعني أن يفتي فيه نعم الموضوع الآخر موضوع الضمان الاجتماعي موضوع يعني أتوقع هو يقصد موضوع يعني يلغي عامل موجود عنده أو يختم لغايات يأخذ مستحقاته من الضمان الاجتماعي في حال انتهاء تصريح العمل نعم طبعا حسب التعليمات لا يمكن إلغاء أو لا يمكن يعني منح ختم لا مانع من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي من قبل وزارة العمل موجه للضمان الاجتماعي إلا إذا كان تصريح العمل ساليا وتم إنهاءه في تلك الفترة أو لم يتجاوز فترة الثلاث أشهر على انتهاءه فإذا تجاوز فعلى صاحب العمل أو على العامل اللي هو أن يقوم بتجديد أو بدفع رسوم تسريع عمل جديدة وبالتالي يحصل على هذا الضمان أو يحصل على هذا اللامان نتمنى من أن الأستاذ يوسف أخذ الإجابة الوافية والشافية نتلقى الاتصال من الأستاذ حسين أبو هزيم تفضل أستاذ حسين أستاذ حسين يا سيد مساك سأل خير كيفك أخ إبراهيم؟ مساء الأنوار حياك الله تفضل سأل خيرك العافية كيفك الله الله يعافيك حياك الله تفضل وسأحسين مداخلتك أنا أمسي عليك ومسي على ضيفك الكريم يمسيك بأنوار النبي تفضل سأل خيرك يعني أنا أشكركم على هذا البرنامج القيم برنامج اللي بيحمل يعني معنى كبير وبشكر عطوفة ضيفك الكريم أشكرك أشكرك جدا وسأحسين لكن مداخلتك تفضل أستاذ حسين يبدو أنا فقدنا الاتصال مع أستاذ حسين أبو هزيم أه عطوفتك كما لقد أشار الأستاذ يوسف العدوان عن قضية عندما يهرب العام الوافد من عند صاحب العمل ما ما هذه كيف يمكننا الاتخاذ إجراءات في ظل هذه في هذا الظرف أيضا يعني في عام نهاية 2011 تم أيضا إصدار تعليمات جديدة لعملية الحد من هروب العمال الذين تم استقدامهم لأصحاب العمل فكان هناك موضوع التعميم بفرار العامل هذا العامل عندما يعمم صاحب العمل عليه أنه قد فر من عنده يبقى على النظام بلوك لا يستطيع أن يعمل تسريع عمل بالاتجاه الآخر لا يمكن السماح لأي عامل وافد بيحمل تسريع عمل أن يغادر أرض المنطقة أو أرض البلاد إلا من خلال إذن مغادرة من قبل صاحب العمل فهذا يعني معمول فيه منذ نهاية 2011 فإذا في عنده مشكلة في هذا الموضوع يعني إذا كان لا يعلم بوجود هذه الإجراءات فعليه مراجعة مدوين هل هذه الإجراءات جديدة أم أنها كانت من السابق؟ ولكن يعني موضوع الإجازة ممكن له محددات موضوع الفترة وكم مرة في السنة فبالتالي ممكن يكون هناك في تجاوزات ولكن إذا كان لا يعلم عن هذا الموضوع فعليه مراجعة مديرية العمل المعنية في منطقته إن شاء الله سيكون هناك حل طوفتك تكلمنا عن العمال السورية حتى أنك ذكرت رقم 150 ألف عامل هذا الرقم غير مصرح 150 عامل غير يحمل تسريع عمل كم من الأعمال الوافدة السورية تحمل تسريع عمل؟ هل هناك إحصائية بذلك؟ تقريبا حوالي 2400 عامل وافد سوري يحملون تسريع عمل الأخوان السوريين في الماضي بصراحة بطبيعة العلاقات الاجتماعية الموجودة وقرب وعدم وجود تأشير الدخول أو تأشير خروج أو يعني غرامات إقامة فكانوا يأتوا بشكل موسمي ويعملون في بعض القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات ومعظم أعمالهم كانت لحسابهم الخاص ومعظم أعمالهم كانت أعمال موسمية ومنزلية حتى فبالتالي كان العديد منهم يعني يعمل بدون تسريع عمل فبالتالي ما في عندهم أعداد كبيرة كانت حاصلة على تسريع عمل وبالمناسبة الأخوان السوريين يعني مهنهم ووظائفهم وطبيعتهم مشابهة للأردنيين فبالتالي يعني هما يقبلوا ويعملوا في نفس المهن وهون تكمن خطورتهم يعملوا ويقبلوا في نفس المهن التي يعمل فيها الأردنيين مع الاختلاف أنه يقبلوا في أجور أقل ويقبلوا في شروط وظروف عمل برضو أقل فهذا يعني هذول الجانبين احنا بوزارة العمل يعني لا نخفيهم ولكن يعني نحاول أن يعني نشدد الرقابة على موضوع تشغيل العامل السوري نعم نتلقى الاتصال من الأستاذ أبو جعفر تفضل أستاذ أبو جعفر حياك الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من يم تحكي معنا أستاذ أبو جعفر سيد الكريم تفضل بمسي عليك بمسي على ضيفك الكريم المهندس أيمان الخوالد حياك الله مداخلتك نحن نحط كل دائما نحط مشاكلنا دائما على وزارة العمل وما باللوم إلا وزارة العمل ووزارة العمل والتفتيش يعني برضو إحنا ما بصير كمان اللوم مع أصحاب العمل اللي بتركوا الأوردنيين اللي بحاجة إنهم طعموا أولادهم وبحاجة إنهم يجيبوا قوت يومهم للأسف الشديد قاعدين إحنا جماعتنا نفسنا إحنا اللي بنشجع نجيب العمل الوافد من أي جنسية كانت أنا بدي أقول بس سوري نعم المشكلة فينا إحنا نحص أصحاب العمل المفروض إحنا نشجع كمان نفسنا نشجع إحنا أصحاب البلد قاعدين نعطي للرواتب قاعدين للسوريين لأخوان السوريين وقاعدين للجماعة الثانية عدم مواخبة نفس السيرو أكثر نعم خلينا نفتح مجال شوية لجماعتنا برضو إحنا أصحاب العمل مش بس كل شي على التفتيش وكل شي على وزارة العمل وكل شي على على الصناعة والتجارة وكل شي على كذا نعم أشكرك جدا أستاذ أبو جعفر على هذه المداخلية يقول أنه يقع عاتق كبير على أصحاب العمل برأيي بوجهة نظر وزارة العمل ما هو العاتق الكبير الذي يقع على أصحاب العمل وكيف ترجدون أصحاب العمل حتى يكون هناك تناغم بين عمل وزارة العمل وبين أصحاب العمل حتى تكون الفائدة للوطن وأن تقلل من العمالة الوافدة فيها الوطن الوردني سيدي كنقطة أولى لو لم يخالف صاحب العمل لن حلت تقريبا حوالي 141 مادة من مواد قانون العمل لأن هذه المواد معظمها تخالف أو تحدد أو تضع المسؤولية على صاحب العمل فبالتالي صاحب العمل له دور كبير إذا التزم صاحب العمل ما في داعي لهذا العدد من المفتشين ولكن بالمقابل هذا الموضوع بشكل عام لا ينطبق على جميع أصحاب العمل ونالك أصحاب العمل ملتزمون ونالك أصحاب العمل لا يقبلون بأن يكونوا مخالفون ونالك أصحاب عمل نسبة العمال الأردنية عندهم 100% ونسبة المخالفات ضائلة جدا ودائما تكون زياراتنا لهم زيارات توعوية نعم فهذا نحن نتمنى أن نكون جميع أصحاب العمل الموجودين عندنا من ضمن هذه الشريحة الجانب الآخر موضوع التنسيق وموضوع العمل الذي حكى فيه الأخ أبو جعفر في صراحة نحن كل اللجان اللي بتمنح العمال الوافدة واللي بتمنع العمال الوافدة واللي بترفع الأجور واللي بتوازن ما بين رفع الأجور وعدم رفعها كلها بشراكات ثلاثية يعني نحن كوزارة عمل أو كحكومة حتى طرف من بين ثلاث أطراف والقرار يأخذ في جميع هذه الأمور بالتشارك ولا بحيث لا يتغول أحد أو لا تتغول جهة على أخرى فبالتالي يعني هذا قرار وطني وقرار تماثلي وقرار فيه تمثيل ثلاثي لجميع الأطراف للعمال لأصحاب العمل وللحكومة ونحن كوزارة عمل أو كحكومة يعني ما في أنه مصلح أن نمنع العمال الوافدة أو نوقف الاستقدام أو أنه نشح في عملية إصدار تصريح العمل لأنه هو الهاجس أنه هو تشغيل أردنين تشغيل ابنك وتشغيل ابن صاحب العمل نفسه لأنه سوف يأتي يوم من الأيام ويبحث عن عمل فبالتالي هي البصلحة العامة والمسؤولية الاجتماعية علينا أولا ثم المسؤوليات التي هي مسؤولية العمل نفسها فإن شاء الله يعني التعاون موجود وأنا أثني على كلام الأخ أبو جعفر وبتمنى على أصحاب العمل يعني يكون عندهم وعي كافي لهذا الموضوع نعم نتلقى الاتصال من النشط السياسي خالة فضل حالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يصد مساكنك أخي الكريم حياك الله ومساكنك يعني حياك الله وحي ضيفك في هذا الستوديو الطيب أشكرك أشكرك جدا يعني حقيقة برنامج يعني أنا معجب بهذا الطرح وبهذا البرنامج ليتناول هموم الأردنيين في كافة مشارب المنتيماتية أشكرك جدا الله يكرمك سيدي الكريم بالنسبة للموضوع العمالة يعني الوافد يا خلينا نقول يعني أنا أعتقد اليوم أنه لا يوجد حد